اشتركوا في القناة 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 طبعا ده بروتك لثلاثة ده times وده times بس انا اقدر اعمل حاجة كده اقدر ان انا الاكس دي اوزحها جوه البراكت عشان يبقوا اتنين بس يعني y equal انا لسا ي مش ويداش 3x square minus 4x والبراكت التاني x square minus 2 يلا يا شباب selective ده يطلع معايا كم هيطلع معايا 6x وده هيطلع minus 4 ده derivative بتاع البراكت الأولاني والبراكت الثاني ده هيطلع معايا 2x بس كده ونعمل بقى derivative الأول في الثاني والderيفت في الثاني في الأول وما بينهم من إيه نعمل plus يعني dy dx equal 6x minus 4 multiply x power 2 minus 2 زي ما هي وبعدين plus derivative second يعني 2x في الفيرست زي ما هو 3x square minus 4 x يلا نعوض x بزيرو يا شباب ده هيبقى زيرو يبقى negative 4 times ده هيبقى زيرو يبقى negative 2 plus ده هيبقى زيرو فهيخلي ده كله معايا زيرو خلاص يبقى الأنسر بيساوي كام الأنسر بيساوي ايه تودي إجابة السؤال التاني نيجي بعد كده السؤال اللي بعد كده يا شباب ده بعد ما تأكد ما فيش للأب والدون فده كوشن طيب طالما ده كوشن يعني محتاج ان انا اجهز نفسي يلا derivative اللي فوق هيبقى وان و derivative اللي تحت هيبقى وان هنعمل كروس شباب يلا يبقى dy dx equal نروح عاملين كده ما ننساش الفورمة بتاعتنا ونعمل كده ونعمل كده ده الكوشن derivative اللي فوق one times اللي تحت x plus 5 minus القانون derivative اللي تحت one times اللي فوق x minus 2 over اللي تحت square يعني x plus 5 square فانا عندي تحت x plus 5 square فوق بقى يا شباب اللي هيحصل بقى مع simplifying فانا هو عايز in simplest form يعني فانا مضطر اعمل simplifying فانت عندك x plus 5 فوق minus x plus 2 صح كده علشان هوزع ال negative على x plus 5 all square طبعا الاكسات اتشالت مع بعض يبقى فاين اللي عندي فوق 7 وتحت البراكت بتاعي x plus 5 power 2 فالإجابة بتاعتي هي مين هي اي كلام جماعة سهل اعتقد وكلام ظريف قوي مفيش فيه اي مشكلة طيب number 4 جايبلي برضو اتأكد يا جماعة مفيش simplifying اتأكد مفيش simplifying عندي في المسألة اتأكدت خلاص تعال نعمل بقى ال derivative بتاع اللي فوق هيبقى معايا 2x minus 1 وال derivative بتاع اللي تحت هيبقى 2x plus 1 خلاص يلا نشغل بتاعنا بقى ويداش نعمل كده 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 وما ننساش نعمل كده تحت وما ننساش نعمل كده فوق derivative اللي فوق 2x minus 1 times it down زي ما هو x power 2 plus x minus 2 وال derivative اللي تحت 2x plus 1 في اللي فوق زي ما هو اللي هو x power 2 minus x minus 2 over اللي تحت x power 2 plus x minus 2 كده أنا خلصت الderيفتف بس هو ينقصني التعويض بس مش أكتر هو عايز add x equal negative 2 add x equal negative 2 تعالي نبصي جماعة تحت كده هيطلع معنا كامل أول تحت كده تعالي نختبر الdenominator الجزء اللي تحت يا شباب ده هيطلع لي negative 2 power 2 يعني 4 وبعدين minus 2 minus 2 فأنا شفت تحت كده على طول طلع معايا كام طلع معايا zero يعني يا شباب الdenominator equal كام equal zero فبالتالي طبعا أنا الإجابة خلاص من غير حتى معه وضفوء عرفت إن هي doesn't exist أو undefined يعني لأن أي حاجة على zero زي ما تعلمنا دي قيمة أصلا غير معرفة طيب أو قيمة غير موجودة يعني رقم خمسة بيقول لي find the measure of the positive angle يعني هو عايز الثيتا أنا عارف ما هي الثيتا بتاعتي هي هتيجي من الثيتا ثيتا وشفتي تان ثيتا هيجي عن طريق الslope والslope في تانية سنة وهيجي عن طريق dy dx اللي هو derivative طيب أنا شايف دلوقتي إن ده برضو عبارة عن product يلا نجهز الderivative الأولانية 2x-1 والتانية هتبقى 3x² plus 2x يلا يبقى dy dx اللي هو بيعبر عن الslope derivative الأول 2x-1 times second x3 plus x² plus 1 وبعدين plus derivative second 3x square plus 2x times the fairest x2 minus x-1 أنا كده خلصت الderivative محتاج x عوض بيها الx بتاعتك أهي بيساوي كام بيساوي 0 يبقى ده هطلع يا معي يا شباب بتاع نحسب مع بعض كده ده هيطلع 0 يبقى negative 1 وبعدين times ده هيطلع 0 ده هيطلع 0 يبقى 1 وبعدين plus ده هيطلع 0 ده هيطلع 0 يبقى كله 0 وخلاص يبقى بيساوي كام بيساوي negative 1 يبقى بالتالي يا شباب المفترض ان tan theta اللي هو slope بيساوي كام يساوي negative 1 يبقى theta يا شباب بيساوي طبعا هنا عندي slope negative slope negative فتبع على طول 180 minus shift tan absolute بتاع ده اللي هو كام اللي هو 1 يعني بيساوي 180 minus 45 يعني بيساوي 135 وهي ده theta بتاعة tangent اللي makes مع positive direction number six بيقول لي find the slope برضو انا حاسا عافي جمعا لانه slope هو dy dx للfunction دي تعني جهز derivative يلا ده هيطلع 1 وده هيطلع 3 x square يلا derivative الاول في التاني وderivative التاني في الاول ما بينهم plus يبقى dy dx equal derivative الاول يبقى 1 times second x cube minus 2 وبعدين plus drift 3 x square times the fairest x minus 1 at x equals 1 اهي الاكس بتاعتك بيساوي 1 يلا نعوض الاكس ب1 ونشوف الايجابة تطلع كام معنا يا شباب ده 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 يطلع 1 1 minus 2 بن negative 1 plus طبعا x هنا ب1 فده يطلع 0 خلاص يبقى ده plus 0 يعني بيساوي negative 1 وهو ده slope بتاعمين بتاع tangent نيجي بعد كده لسؤال رقم 7 ddx للfunction اللي قدامنا دي طبعا ممكن واحد يتعامل معها كproduct مش اقوله غلط يعني بس في واحد بقى يشغل التولز بتاعته مفاهيم الماف بتاعته يقول يا مستر ان الاتنين دول difference between two squares اقدر اخليهم x power 4 minus 1 بس كده يبقى كده هو اشتغل بالقانون الاواني خالص القانون البسيط جدا يبقى x power 4 تبقى 4 x power 3 وال negative 1 تبقى 0 فهو ده derivative بتاعنا بشكل مباشر طيب number 8 بيقول f of x equal a x plus 2 f equal 2 a minus انا هجيب من هنا هو f d of x equal a ax تبقى a وتبقى 0 هو قالك ان f d يساوي 2 a minus 3 يبقى 2 a minus 3 بتساوي a اللي انا جبتها هنجيب ال a انا عندي بال negative يبقى 2 a minus a يبقى a واللي 3 تروح هناك بال positive يبقى a equal 3 تعالوا شوف كده رقم 9 طبعا يجبع number 9 برضو شكلها هو هي ترى هي product ولا quotient ولا ايه بالزبط لا انا قبل ما اخش في الموال الكبير بتاعي ده انا اقدر بعيني كده اشوف ان في عندي top seat للfunction فيبقى في عندي simplifying فتبقى المسألة سهلة يعني x power 2 minus 1 دي هي اقدر ان اخليها x minus 1 و x plus 1 اقدر اخليها كده وبعدين times 5x على x minus 1 ساعتها لقيت نفسي على طول بعمل كده بعمل كده فساعتها اعتقد المسألة بقت اسهل بكتير من شكلها الاولاني يعني انا عايز اعمل d dx اتبقى معايا ده واتبقى معايا ده لما وزع 5x جوه يبقى 5x square plus 5x يعني derivative هيبقى 10 x plus كاما شباب plus 5 at x equals negative 1 بقى نعوض x بnegative 1 يبقى 10 times negative 1 plus 5 يعني بيساوي negative 5 وكده سؤال خلص طيب number 10 بيقول لي f dash of x times g of x plus g dash of x times f of x equal x plus 1 over x then d dx لf of x times g of x طبعا الجماعة المفترض ان ده اللي حصل ده اصلا هو عبارة عن derivative بتاع مين بتاع البرودكت اللي حصل ده اللي قدامي هو derivative بتاع مين هو derivative بتاع البرودكت بس انا اعتقد هنا فيه عندي at x equals to دي نقص فهو بيقول لي انا عايز derivative بتاع البرودكت اللي هو ده اصلا يعني اصلا الاجابة بتاعتي دايرة كده بيساوي x plus 1 over x هو اصلا مجاهز هالي اهو هو قال ان derivative بتاع البرودكت equal x plus 1 over x at x equals game at x equals 2 فانا هعوض الex ب2 يبقى انا عندي 2 plus 1 over 2 يعني بتساوي يا شباب 5 over 2 اللي هي c نيجي بعد كده للسؤال number 11 هنا بيقول f of x equal 5 g of x plus 20 هو عايز ال g dash of x هو عايز ال g dash of x طبعا المفترض ان انا اقدر ان انا اجهز ال g dash of x او ال g of x الاول شباب ال g of x نفسها اصلا هتساوي ايه هتساوي لما 20 تطلع برا الناحية التانية يعني f of x minus 20 وبعدين divided by 5 يعني اقدر اعمل 1 over 5 يبقى ال g dash of x equal 1 over 5 f of x هتبقى f dash of x طبعا دي هتساوي كام دي هتساوي 0 ديروه عشان دي constant فالإجابة بتاعتي 1 على 5 f of x اللي هي d نيجي للسؤال number 12 f of x equal 1 على x power 2 plus 1 و f of a equal f dash of a يبقى f اف 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 يعني f dash of x derivative اللي فوق ب0 times اللي تحت x power 2 plus 1 minus derivative اللي تحت 2x في اللي فوق اللي هو 1 over x power 2 plus 1 all power 2 يعني equal negative 2x وتحت x square plus 1 all power 2 طبعا يبقى f dash of a يعني انا هعوض x بيساوي a فهيطلع معايا negative 2 a على a power 2 plus 1 all power 2 يبقى ده بالنسبالي f dash of a طب والf of a بتساوي كام الf of a بيساوي اهو الf of a نفسها بيساوي 1 على a power 2 plus 1 انا عوضت فانا هعمل بقى equality يا شباب للاتنين دول مع بعض يلا مع بعض كده يبقى انا عندي negative 2 a وهنا عندي a power 2 plus 1 power 2 بيساوي 1 على a power 2 plus 1 اعتقد جماعا ان في حال دي حاجات هتشال مع بعض دلوقتي يعني ده هيتشال مع واحدة من اللي تحت فهيتبقى معاك بال cross multiplication a power 2 plus 1 equal negative 2 a هندخل دي جوه هنا هو يبقى a power 2 plus 2 a plus 1 بيساوي 0 طبعا دي يا شباب factorizable دي factorizable هنطلع منها a بمنتهى السهولة يبقى هللاقي عندي ان a بيساوي كام بيساوي negative 1 هو عايز f of a فين f of a اه f of a اه يعني هعوض a negative 1 يبقى 1 على negative 1 power 2 plus 1 يعني بتساوي 1 over 2 يبقى هي دي اجابة السؤال رقم 12 number 13 x power 2 plus y power 2 بيساوي 9 plus 2 x y عايز dy dx طبعا هيجي لي تفكير دلوقتي والتفكير اللي انا هقول لو ما جاليش في المسألة دي يا شباب هقعد كده اللف حوالي النفس 3 ساعات كده اللي هو يبقى اللي هو المفترض ان ده يا شباب اقدر ان انا اجيبه في النص هنا هوا علشان يكون عندي في lift hand side perfect square يعني يعني x power 2 minus 2 x y plus y power 2 بيساوي 9 ففي الحالة دي يا شباب ال expression ده اسمه perfect square يعني x minus y power 2 بيساوي 9 ففي الحالة دي طبعا ال x minus y هتبقى equal كم يا شباب هتبقى equal طبعا المفترض positive or negative 3 فاقدر من هنا اقول ان y equal x positive or negative 3 يعني ال dy dx بيساوي derivative ال x هيطلع 1 وده constant يعني بزيرو يبقى dy dx equal com equals 1 نيجي للسؤال رقم 14 the slope of tangent للfunction اللي قدامنا دي at x أو at the point 2 1 طبعا نجعل من الأسئلة يا جماعة الجميلة قوي 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 هو slope بتاع tangent اصلا والمفترض انه هو dy dx وانا عندي الفنكشن انا شايفها x equal y power 2 plus y انا هلا جمع بtwo methods بشكل ظريف قوي فانا قدر دلوقتي اجيب dx dy مش dy dx جمع dx dy ده يعبر عن ال slope dx dy equal 2 y plus 1 y عندي اهي ب1 يبقى 2 times 1 plus 1 بيساوي 3 لل3 اللي طلعت دي بتعبر عن 1 على m يبقى slope بتاعك بيساوي 1 over 3 وهي دي اجابة السؤال خلصت هي ثرد خلاص اقدر لها بطريقة تانية برضو مهمة جدا نفهمها ان انا اجيب dy dx عادي بس dy power 2 فانا هعملها 2 y الباور بينزل عادي بس انا عملت derivative بالنسبة للx فبكتب dy dx وبعدين plus y power 1 هينزل 1 يبقى 1 عادي بس انا عملت derivative للنسبة x يبقى dy dx والderivity بتعليس equal 1 هنا هاخد common factor dy dx dy dx يتبقى معايا 2 y plus 1 equals 1 يعني اقدر اجيب مباشرة dy dx equal 1 over 2 y plus 1 تعال نعوض y ب1 برضو هلأ ان الانسر طلع على طول الكام equal third داي جمعها حل تاني ده or يبقى اما نحلها بالطريقة دي او نحلها بالطريقة دي طبعا السؤال داي جمعها مهم جدا 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 introduction قوي جدا للسنة الجاي ان شاء الله طيب رقم 15 اعتقد ده اخر سؤال خلاص y power 2 plus x power 2 equal y then تعال نشوف كده ايه نعمل dy dx مع بالطريقة التانية اللي احنا عملناها اللي هي الطريقة دي y power 2 يعني 2y dy dx plus plus x power 2 يعني 2x plus sorry equal y يعني dy dx dy dx طيب طيب اقدر ادخل dy dx هنا جوه يا شباب هجيب دي هنا كده هو هيطلع معي 2y dy dx minus dy dx equal negative 2x يعني dy dx لو خدناها common factor هيتبقى عندنا 2y minus 1 equal negative 2x negative 2x يعني dy dx equal negative 2x وده رحناك بالdivided يبقى 2y minus 1 هي دي الاجابة بتاعتي واعتقد اقرب واحدة الاجابة دي هي مين يا شباب اعتقد هي c هنت هي هي positive وانت طلعتها negative او لو هو تحت هو عاكس 1 minus 2y يعني اقدر ان negative دي هعمل times negative فوق times negative تحت هتبقى 2x فوق عادي وتحت times negative يبقى هي تغير يبقى 1 minus 2y يبقى هي دي اجابة السؤال وبكده يا شباب الجزء التاني الفقرة التانية من خلصت بفضل الله اتمنى يكون الموضوع واضح وسهل ان شاء الله اشوفكم على خير بإذن الله مع الفقرة التالتة والجزء التالت من القوانين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم اشتركوا في القناة